ينصح القائمون على مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا البالغين الأصحاء بتناول ما لا يزيد عن 2500 ميلي جرام من السوديوم يومياً إلا أن دراسات تفيد بأن الفرد يتناول عادة أكثر من ذلك بكثير وهذا الأمر غير صحي لأن الملح هو السبب الرئيسي للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ويعتقد خبراء أن قلة من الناس يقرؤون محتويات الملصقات الطبية الخاصة بالسوديوم إذ أن التركيز يتمحور فقط حول الدهون والسعرات الحرارية لذا يجب مراعاة مكونات العبوات جيداً من جانبه أعد مركز السيطرة على الأمراض لائحة بالأغذية التي يجب الانتباه إلى مكوناتها ومن بينها حساء الطماطم خصوصاً المعلب منها ورغم شعبيتها إلا أن البيتزا المثلجة تندرج ضمن اللائحة أيضاً إذ تحتوي الحصة الواحدة على نصف معدل السوديوم الواجب تناوله يومياً ولابد من الانتباه إلى ما يضاف عادة على السلطات فبعض التوابل قد تحتوي على ما يقارب 500 ميلي جرام من السوديوم وهناك بعض أنواع من الخفز التي تحتوي على 210 ميلي جرامات من السوديوم في كل شريحة وعليه يشدد الأطباع على أهمية مراعاة كميات الملحة المتناولة يومياً لأن السوديوم مفيد لنسبة الأنسولين في الجسم إضافة إلى الغدة الدرقية ترجمة نانسي قنقر